اه احب الزكاء احب الزكاء في التصويق في الاعلانات والدايما اللوجو والسلوجن بتاع اي شركة بيعبر عن حاجات كتيرة جدا 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 اه ويه اختصرت بكلمة واحدة معاني كتير قوي واختارت النادي الاهلي عشان تقوله معاك يا اهلي ويه احنا الجماعية الروح الحقيقة حاجة بسيطة ومعبرة جدا 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 ولذلك اتوقع باذن الله انها تكون في الصدارة باذن الله ولو هعيش احكي في تاريخك ما يكفنيش ده ربط بين كل الاجيال وده التأكيد على هي ده القيمة الحضرية للنادي الاهلي مش بس القيمة التسويقية القيمة التسويقية نبع من هذه القيمة الحضرية انه الاجيال دي كلها لو فضلت تعيش عمرها عشان تحكي عن قصة الاهلي وامجاد الاهلي ومعنى الاهلي واسباب تفوق وتميز الاهلي عمرها ما يكفيش انا اعتقد عشان كده سيد ابراهيم فعلا كلمة الاهلي مش عظيم عشان بيكسب ده بيكسب عشان عظيم دي بتلخص حاجات كتير جدا فعلا يعني تفوق الاهلي وصدرته قوته في انه عظيم نادي بيكسب لانه بيكسب ناتج من عظمته مش عظمته هي سبب مكسب عظمة التمسك بالقيم عظمة النشأة عظمة اعلاء السلوك على النتيجة عظمة التحدي عظمة عظمة ادراكك انك انت يعني ايه تتحمل الاساءة عشان تديلك دفعة بدل ما تحبطك انك انت ترد بعمرك وبانجازاتك بانجازاتك لا الاهلي يا جماعة اللي ياخدوا كده ويتمعن فيه يخرج بفلسفة هيلة في الحياة علشان كده ما اعتقدش ان انا هسيبك بسهولة تعدي من الجزئية بتاعت كلما زادت الضغوط زاد الاصرار على النجاح ويمكن ده بمناسبة كمان مرور سنة بالزبط على عمل مجلس ادارة النادي هي فرصة ان احنا نشوف وصلنا لغاية فين من العمل بعد سنة كاملة من عمل مجلس الادارة النهاردة من ثمار العلاقة او علاقة الرعاية الجديدة انه شركة وي احدى شركات الرعية للنادي الاهلي تعمل هذه الاغنية اللي انا مش فاهم دايقة الناس فيه ناس منافسين اخرين دايقتهم الاغنية وشفت تعليقات كتيرة في السوشيال ميديا من جماهير اندية اخرى متضايقة بل بالعكس البعض بيحرض وبيدعو وبيشجب ومش فاهم ده ليه طيب تيجي نجرب اه تيجي نجرب ويه اعلانة انحيازها للنادي الاهلي اللي مش عاجبه نشوف اي الكتل ولتكن مباراة مين اللي ينتصر فيه لسبب يا استاذ ابراهيم نفس الشيء بمجرد ما الاستاذ محمد كامل اشاد بالاهلي وباس الكابتن خطيب الدنيا قامت ومقعدتش النهاردة اكبر شركة احمد حسين ميدو قال ان احنا عملنا ده عشان نوقف اي حاجة تانية ما وقفتش بالعكس زادت النهاردة اكبر شركة رعاية ودعاية واعلان وتسويق في ظهر الاهلي يوم تيجي احدث شركة للخدمات المحمول وهي دخلة بقوة ومولود عملاق ليعلن وعاك يا اهلي كشركة وطنية اه وشركة يعني عايز اقول ايه معنى كده ايه ان دي قيمة تسويقية يا جماعة بلاش جدل مش محتاجين نتكلم كتير شكرا